السلام عليكم والإخوان اليوم جينا لكم في حديث ويديو جديد سوف نحضر قليلا على التدريبات الأخيرة التي بنت مايك تايسون لم يفهم أنه سوف يرفع التدريب ويجب أن يأخذ مقابلة من ثلاث الجولات إلى أربع الجولات المهم هو أن يتطرب دعبه وغارف الأمر بأن الخصم الذي كان يرفعه في جهة المرات في فاندر هوليفيد هذا هو الوحي الذي كان أغلب بمايك تايسون جوجة للمرات وهو نحن فيديوه في تدريب عمره حوالي سبعة وخمسين سنة ومايك تايسون ربعة وخمسين سنة وعلى ما يبدو سوف يرجعوا للماضي ويحيوا للماضي ويقوموا بمقابلة سوف تكون بناتهم سوف تكون مباراة شيقة سوف تكون الهزيمة التالية على إغانيد هوليفيد لمايك تايسون أو مايك تايسون يرضى الهزيمة الأولى له سوف تكون مع بعض اللقاطات للتدريب ووحد الفيديوهات سوف تكون مباراة في القومة كان مايك تايسون عد الخصم من الأدن وقد قطلوا حد طرف من الأدن لكن في الأخير تصالحه سوف تكون مع بعض الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 محلطة كثيرا كثيرا المحلطة انتبعني من فتحبت كنت محلطة لا أعطى إليه المانتخل من الجنوب تنّلي أكثر مانتخل من الجنوب إنه روميين يقال الفorn لو كان إلي Thi servir الذين فهو لي فوجد أن ي againstهم كريبا لكل przy تكنuv الذين طلبهم ومن سنseokني وما أمت بك أنا لا أمت من كم أن تبت لي وتبت أمت منه تبت أن أمت من بأم ورب بأم وبرأم وتبت بأم وطبت على المكلاب مما نقول يا حيدي تبت لقد قدرت أنت أمت من، لقد رأيتها هكذا سينا أمت وأخفتني لا يمكنني الإبت وتقلال لأهجب أن أعرف بأم وشعر بأم سيكون أصدقتت أمت فيديه وكبتوقت قلت على أدفع ثم ان يقولون مجددا. ولكن سأدفع��는 مجددا. أخبرتنا بالفعل في مجددا. يجب علينا بالفعل. ون تجد مجددا فكرو يستطيع كتابين. أكبر بسهن مجددا. ولكن هذا صبت نفسه؟ لا، انه مجدداً. مجدداً. وحبت حبيت حبيت design بسهنة. وأنا صورت حبيت أدفعه. وبدأ بس هناك بسهنة. بس مجدداً بسهنة. بس مجدداً؟ هذا هو الناس أنا أريد أن أقول أنا سأخذ أنا أسفة يا فاندر إنها أمك أمك أنا أمك شكرا إخوان أرجعنا لكم أتمنى أن يكون هذا الفيديو وتعجبكم وما تنسوش تدعمونا القناة تشتركوا فيها وتفعلوه تديرو الجيم وتشتركوا مع أصحابكم وشكرا لكم بزيف